السلام عليكم اهلا و سهلا و مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البسطة مع كريمة كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحة والعافية دائما نضيبا سلسلات حلويات العيد ان شاء الله اليوم غد نقترع عليكم حلوة لغاية في اللدة سهلة وسريعة كنتجيه شيشة الديدة بزاف كنتمنى اخواتي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم لاعجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم انتقلوا باش نتعرفوا على المقادر وطريقة تحضير بالنسبة للمكونات انا عندي هنا الزبدة استعملت الزبدة ديال العلبة ممكن تستعملوا اي زبدة عندكم غير النصف ديالها تقريبا ضبطو جوج ديال ملاعق هاد العلبة هادي الوزن ديالها ميتين وخمسين غرام هنستعملت تقريبا مية او خمسة وعشرين غرام يعني عبره بالميلعقة عبرت كما تلاحظو جوج ديال المعالق عامرا مزيان هنا غدي نضيف كدالك سكر غلاسي او سكر راقب كأس الا اربع ممكن تضيفه حتى الكأس اللي كيفضل الحلوة كدالك غدي نضيف كأس الا ربع ميناء الزيت طبعا جميع المكونات كان عبرهم كما تلاحظو بالكأس ديال العنبال اللي استيعادية له مية وخمسين ميلي هنا غدي نسم هاد الحلوة بالكيس من سكر الفاني ممكن تنسموها قشور ديال الحامض او البرتقال كدالك غدي نضيف بيضة كاملة صراحة مكونات اللي في متناول الجميع وحلوة كتخرج ما شاء الله كمية اللي كتيرة كما غدي تلاحظو معايا في نهاية الفيديو صافي هنا غدي نخدم هاد المكونات مزيان كما كتلاحظو انا ضفت المكونات كاملين السكر البيض الزيت ممكن تخدموا في الاول غير السكر مع الزبدة ولكن هالطريقة سهلة ضروري تكون الزبدة اخواتي بحرارة المطبخ هنه غدي نضيف ثلاثة ديال المعالق ديال الكوكا ودك الكوكا والبلدي الصغير به بقشورو حمرتو وطحو هرمجتو كما كتلاحظو كدالك ضفت جوج ديال ملاعق ديال حبيبت ديال الشوكولات الخاص بالكوكيز او الكابكيك ضفت جوج ديال الملاعق هنا كدالك عندي جوج ديال الملاعق ديال العناب المجفف اللي قطع تورقيق هاد المكونات هادو ممكن تتعوضوها باللوز او القرقاء مهم اللي عندكم على حساب المتوفار عندكم سافي اخواتي هنا غدي نخلط غيب الايدي ديالي وبالنسبة لدقيق عندي هنا يا ستمية قرم من الدقيق ما يعادي لستة ديال الكوكوس العبار بالكاس ديال العنبها طبعا ما تضيفوهش دفعة واحدة تضيفوه بالتدريج دائما اخواتي الكمية ديال الدقيق كتختلف على حسب النوعية ديال الدقيق كدالك تحجم البيضة اللي ضفت هنا ضفت كيس من خميرة الحلويات الوزن 8 غرم صافي نجمع الخالي ديالي ونضيفوه الدقيق بالتدريج سنتحصلوا على العجينة المرغوبة بالنسبة للعجينة ضروري انها تكون رطبا ما تقصحوش اخواتي العجينة باش تحصلوا على واحد الحلوان اللي جيه شيشا ما جيكمش مدقصة انا راني دخلت ليه ستاليه الكووس بالضبط وكما كتلاحظو يعني القوان يعني واضح امامكم يعني اجينا لرطبة هده هو القوان اللي خصنا نتحصلوا عليه يعني القوان ديالي عجينة واضح امامكم يعني عجينة لتكون رطبة على هد الشكل هذا هنا بالنسبة للطريقة اخدي جوج اكياس ديال البلاستيك هنا غادي ناخد دلاك وعدي نحاول انني نطلق العجينة ديالي طبعا مني نطلقوا العجينة ما ترقوهاش بالزاب خليوا السمك ديالها حوالي سنتيم نحاول انني نجمع الاعتراف باش مني نكون نقطحها ما نضيعش العجينة نخليش الزوائد بزاف دروري تقدو العجينة على هاد الشكل هادا وكما تلاحظوا يعني ما كرققتهاش السمك واضح امامكم صراحة حلوة اللي سهلة وسريعة مكونت لي جد بسيطة هناخدت هالطابح هادا نقطحها على شكل الهلال وكما تلاحظوا رضي ما كنخليش الزوائد بزاف حاولوا انكم ما تخليش الزوائد والصمك ديالها يعني راه واضح امامكم وكتعطي ما شاء الله واحد الكمية اللي كثيرة سوف نستمر اخواتي بنفس الطريقة هنا بعد ما كملت نصف ديال الكمية هنا ايه الكوكاو مهرمش به بقشوره طبعا محمر كذلك عندي بايات بيضة اللي غادي ندفريها قطارات من الخل وغادي نخلطها مزيان ديك داك البايات ديال البيض باش ميبقاش في دوك الخيوط واخذية اللاطا كما كتلاحظوا ليفرش لها وارق الزبدة ممكن تدهنوها غير بالزيت صافي بالنسبة للطريقة كناخد كما كتلاحظو كنحاول انني اندهنها بذك البايات ديال البيض ثم كنفندها في الخالد ديال الكوكاو طريقة اللي سهلة حلوة صراحة كتجي رائعة جدا لا في الشكل ديالها ولا في الماداخ كتجي شيشة بزاف اكيد غادي تجربوها تولي معتمدة عندكم صافي كان اخد بالحبة وكان دهن بالبيض ثم كان اخدص كان في الندها عفوان في الكوكاو طريقة سهلة وسريعة وحلوة كتجي رائعة جدا كان استمر اخواتي بنفس الطريقة هنا بعد ما كملت اللاطة ديالي الاولى غادي نوضحها في الفورن طبعا اللي مسخناها من قبل المية وتمانين درجة وضعت اللاطة ديالي في الاسفل ونارتحت منها حتى اللاحت انها بدت تحمر من الجوانيب ثم ما شلحت لها النار منها الاعلى حتى تحمرت اخدت لياها اللون هذا الرائع ما كتاخدش الوقت بزع فتقريبا 25 دقيقة عفوان كانت واجدة طبعا النار 180 درجة كما كتلاحظو الشكل ديالي حلوة كيجي اكتر من الرائع كانت تبنى ان شاء الله اخواتي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم فعلا كتستحق التجربة حلوة الشكل ديالها كيجي رائع جدا كذلك المداقل ديد وبطبيعة الحلق قبل ما نختم معكم الفيديو سنقسم معكم واحدة باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كتجيه شيش يا بزاف كنتمنى اخواتي لعجبكم ان هذا الفيديو ما تبخلوش الياه باللايك ديالكم كذلك الاشتراك لي نزل ما اشترك لقناة ديالي والى الملتقى مع الجديد ان شاء الله